السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين العزاء اهلا بكم مع معلومة جديدة في عالم زراعة اشجار الفكهة النهاردة هنشرح طريقة رعاية شجرة الخوخ في البيت هنتكلم عن وقت زراعة شجرة الخوخ وافضل اصناف مصر اصناف الخوخ كتيرة جدا ووقت التقليم افضل وقت للتقليم وهي التسميد والري واعذروني لو كان الفيديو طويل شوية اولا وقت زراعة شجرة الخوخ هو شهر واحد افضل وقت لزراعة شجرة الخوخ هو شهر واحد بنزرع شجرة الخوخ مطعومة على اصل نيماجارد امريكي مهم جدا لانا اشتري شجرة الخوخ من المشتل تكون مطعومة على اصل نيماجارد امريكي ده افضل اصل بنزرع شجرة الخوخ ده الاصل ده مقاوم للنيماجارد امريكي وبتكون شجرة الخوخ عمرها طويل شوية لكن من الاصول التانية اصول عمرها قصير جدا مهم جدا اشتري شجرة الخوخ مطعومة على اصل نيماجارد امريكي وانا بزرع شجرة الخوخ بنزرع في شهر واحد بعمل تحبيس لشجرة الخوخ على ارتفاع 60 سنتي من منطقة التطعيم مهم جدا العملية ديه بنعمل اصل فوق منطقة التطعيم بحوالي 60 سنتي علشان اشجع النموات الخضرية الجديدة تطلع وتكون في هيئة بنسميها الطريقة الكأسية الطريقة الكأسية دي افضل طريقة لتقليم شجرة الخوخ فيما بعد فالاول قصة في حياة الشجرة دي مهمة جدا علشان دي اللي هتشكل معي هيكل الشجرة في الطريقة الكأسية الفيديو ده موجود فيه صنفين صنف الفلوريدا وصنف الارلي اللي هو يعني فيهم اهمال شوية في موضوع التقليم الطرحات ضعيفة بسبب اللي هم موجودين عند صديق الاشجار دي موجودة عند صديق صنف الفلوريدا وصنف الارلي فيهم اهمال شوية في موضوع التقليم الطرحات ضعيفة بسبب وجودهم في وسط شجرة اشجار طفاح فالطرحات ضعيفة شوية اشهر اصناف في مصر هو صنف الفلوريدا اللي قدامنا وصنف الارلي اللي هنشوفه كمان شوية صنف الارلي السكري ده افضل صنفه ممكن تزراعه في البيت طعمه جميل جدا ونكهته مميزة ده انصح بزراعته في البيت صنف الارلي السكري هو بيندق في شهر اربعة لكن صنف الفلوريدا بيندق صماره حاليا في شهر ثلاثة وفيه اصناف تانية في مصر صنف الديزرت نوعين صنف متأخر وصنف بدري وفيه صنف السولينج بصنف متأخر شوية في شهر ستة لكن يعيبه صنف السولينج اللي هو حساس جدا لزبابة الفكهة مشكلته زبابة الفكهة صنف زي المغناطيس بيجذب زبابة الفكهة بطريقة اه صعبة جدا في المكافحة لكن صنف الارلي وصنف الفلوريدا يعني اه وليلين شوية في الاصابة في الزبابة الفكهة وافضلهم زي ما قولت صنف الارلي ممكن ازرعه في البيت اه بالنسبة للتقليم افضل وقت للتقليم شجرة الخوخ هو شهر اتناشر اه ممكن اهلم شجرة الخوخ في شهر اتناشر ويعني صنف الفلوريدا اللي هو بيطلع بدري شوية ممكن اهلمه بداية منتصف شهر اتناشر بقلم بالطريقة الكاسية بفتح قلب الشجرة وبعمل توزيع للطراحات وطراحات يعني اي فارع زي اللي قدامنا كده اي فارع في تزهير ده بنسميه طراح افضل طراح ممكن يجيب معايا اسمار هو طراح اللي هو طوله حوالي خمسين سنتي في معظم الاصناف في اصناف تانية اللي هي زي السولينج اللي هي الطراحات الصغيرة بتكون اسمارها افضل اه بوزع طراحات وافتح قلب الشجرة وبرد الفروع البعيدة عن خشب الشجرة بوزع الخشب حوالي خمس فروع اه في محيط الشجرة اه الخشب توزيع الخشب وتوزيع الطراحات مهم جدا علشان اخد احجام صمار اه جيدة بالنسبة اه للتسميد اه طبعا التسميد العضوي في شهر 12 ده الاساس اللي احنا بنبني عليه وده اللي بأكد عليه في كل فيديو عن اي شجرة فكا تسميد العضوي باي سماد عضوي قديم متحلل في شهر 12 ده الاساس اللي بنبني عليه اي تغذية للشجرة بضيف سماد متحلل سواء سبلة الدواجن اه اه زبل الحمام المتحلل اه غنم اه خيل اي اسماد عضوي قديم متحلل عندي او كومبوست ممكن اضيف كومبوست لو هو جيد ومصدر جيد بالنسبة للتسميد الكيموي ممكن ابدأ تسميد بالن بكي بداية بمنتصف شهر واحد ممكن اضيف الن بكي كل اسبوعين هو خلاف بقى اي شجرة فكا تانية يعني احنا بننصح اي شجرة فكا تانية بنوقف اه التسميد اه الكيموي عند اه اكتمال التزهير لكن شجرة الخوخ عادي جدا اسمد تسميد بالن بكي في فترة التزهير عادي جدا اسمد كل اسبوعين مرة خاصة بعد اه تمام عملية العقد علشان السمارت اه حجمها يكبر معايا لكن اه اي اشجار تانية ما منفعش اسمد اثناء التزهير الكامل الشجرة بتتجه معايا للنمو الخضري لكن شجرة الخوخ اه مهم جدا اللي يطلع فيها نمو خضري مع مع السمار ومع التزهير علشان اه الشجرة محصلش لها اجاد وعلشان السمار يحصل لها تغذية لانها بااا بيكون عليها سمارت كتيرة جدا اه اه من اهم العمليات اللي هي بتتم على شجرة الخوخ على الاطلاق هو خف السمار زي ما احنا بنشوف في الفيديو كده احنا بنخف بعض الفروع علشان يحصل تحجيم للصمار لو ما عملتش خف السمار في شجرة الخوخ خاصة في الشتاء البارد زي السنة دي كده التزهير كسيف والعقد كسيف لو ما عملتش خف السمار بعد تمام عملية العقد اه الشجرة يحصل لها اجهاد كبير جدا واللي ممكن في بعض الاحيان بعد سنة او اتنين تموت بسبب اه الصمار الكتير اللي عليها وطبعا ااخد الصمار اه حجمها زغير جدا مينفعش ابيعها في السوق لو انا ببيعها في السوق مينفعش مش هتجيب اي حاجة و اه ومجهود على الفاضي الصمار الكبيرة لازم اعمل خف للصمار علشان ااخد احجام كبيرة اه دي اهم عملية بتتم على اي شجرة خوخ خاصة صنف الفلوريدا وصنف الايرلي وصنف الديزارت صنف السولونج بيحتاج خف اه بسيط في سنوات الحمل الغزير اه غير اي صنف تاني صنف اه خف بسيط جدا علشان اه اه عملية الخف التم اه بطريقة سليمة بخفة على مرحلتين اول مرحلة باشيل الصمار متزحمة وبعد كده بسيب حوالي عقلتين في المرحلة التانية بسيب حوالي عقلتين صباع اه بين كل صمرة والتانية وتكون الصمرة موجودة موزعة للجانبين علشان اه يحصل التعجيم اكبر فيه ناس بتخف اه اثناء التزيير اه بس ما اه منصحش حد يخف اثناء التزيير المناخ كل سنة بيتغير اه المناخ متقلب اه ما فيش مناخ اه اه سابت اه كل سنة ليها مناخها فيعني اخف اثمار بعد عملية العقد تمام عملية العقد اخف اثمار على حسب اه اثمار اللي عندي واوزع على مرحلتين بالنسبة للرأي شجرة الخوخ محبة جدا للرأي اه اه ما عدا الفترة اللي هي من اه بداية الخريف لحد منتصب شهر واحد ما اه الفترة دي يعني منتجه للرأي بالنسبة ولايلة جدا على حسب الجو اه ولا حسب المناخ علشان الشجرة محصلش فيها تزيير مبكر لو حصل تزيير مبكر في الفترة فترة الخريف وبداية اه منتصب شهر واحد اه الفترة دي لو حصل فيها تزيير مبكر اه شجرة هنا ليحصل فيها اه ذهر اوليال والصمار هيكون قوليل فالفترة دي كمية المياه تكون قوليلة جدا ويتكاد تكون تعطيس يحصل على حسب من خلال المناخ اهام يتزيير الوقت الماضي هو بداية التزيير والفترة اللي هي بعد تمام عملية العقد بزويد مياه وبنتظم في عملية الراي علشان أحجام تكون كبيرة وبالنسبة للأشجار الصغيرة طبعا بنتظم في الراي طول السنة علشان الشجرة تكبر معايا لكن الأشجار المسمرة زي ما قلنا ده النظام اللي احنا بنمشي عليه اي حد عنده تساؤل يسيب في التعليقات دمتم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة